اياد جمال الدين في برامجه مختلف عليه شعرت بان مشكلتنا كمجتمعات فاشلة واعتذر عن هذا القول لا تتعلق بخضوئها لهيمنة رجال الدين والسياسة فقط انما لعدم وجود شخصيات معاصرة تنظر للعالم والاشياء بمنظور مختلف لدي معرفة جيدة بالسيد وارائه لكنني اراه قد ضيع نفسه واضع على الآخرين فرصة التعرف على وجه آخر للإسلام وشيوخ الإسلام واعتقد انه بدأ يعاني من عواقب خسارته في الانتخابات وتهميشه سياسيا وحتى دينيا وهذا ما يبدو جعله عالقا بين عالمين فلا هو سياسي محترف من جهة ولا هو بالمفكر الغزير الانتاج والمجدد من جهة أخرى ولكي لا نريع الوقت سأطرح وجهة نظري في بضع نقاط النقطة الأولى عن الشخصنا أعتقد أن فكرة مهاجمة شخص وطعنه في دينه فكرة غير لائقة اتهام ماكرون بأنه صليبي وهي شتيمة طبعا غير لائقة أولا وغير صحيحة ثانيا ولا علاقة لها بالموضوع ثالثا الرجل هناك ومسؤول عن بلاده هو رئيس تلك الدولة ولم يره أحد واقفا على أبواب أورشليم مثلا بجيوشه الجرارة وواضعا صليب على صدره كما شاهدنا في فيلم صراح الدين بل أنه لم يكتفي باتهامه بهذه الطريقة لكن أضاف عليها قولي هذا المسيحي الصليبي الأغلف لاحق له بالحديث مثلا عن الإسلام وكأنه وكأن السيد حاخام يهود من القرن الثاني ما قبل الميلاد النقطة الثانية تبدأ بسؤال هو هل نحن بحاجة لحق التعبير أم حق التحريم أو حق التجريم أيضا القول بأن ماكرون له الحق فيما يتعلق بمسلمي فرنسا وحدودها وأن لا حق له بالكلام عن عموم المسلمين والإسلام هذا قول يحتاج إلى نقاش كثير ونفترض أن لو قبلنا بهذا المنطق سأتساءل من له الحق بالكلام عن الإسلام هل هم العلماء فقط أم العامة وهل المسألة خاضعة لضوابط من يحدد هذه الضوابط ثم كيف نفرق بين من ينتقد الإسلام ومن يسيء إليه السيد نفسه كما أعرف يتحدث عن الدين والإسلام وهو بصفته شيخا ويرتدي عمامة أمامة شيخ رجال الدين المسلمين لكن ما هذا كثيرون قالوا بأنه غير جدير بالحديث عن الإسلام بل أنه يسيء إلى الإسلام بل أنه هناك مدى أبعاد قالوا أنه ليس مسلما أصلا أنه محسوب على الشيعة هذا القياس المنطقي الذي اتبع السيد أنا أعتبر قياس فاصل لأنه ما هذا فعل هو يخصص حرية التعبير على فئة هو يحددها بنفسه وفقا لرغباته ولمساجه وهذا طبعا هذا يعني إفراغ للمفهوم المعنى وبالوقت نفسه إقرار علني بمشروعية الاستبداد الديني والذي يقوم أساسا على حق التحليم وليس حق التعبير هناك أمر آخر أنا أقول من حق ماكرون أو أي إنسان مسلم أو غير مسلم الحديث عن الإسلام ككل لأن السلفية والوهابية وأيضا الخمينية لم تظهر في فرنسا في عهد مونتانيو وفولتير وجان جاك روسو بل دخلت عن طريق التبشير الذي قامت به دول خليج وتركيا وإيران منذ نصف قرن مضى وحتى هذا يومنا هذا وبالمناسبة كان حتى للحق والإنصاف نقول أنه كان لسياسي فرنسا وأوروبا دور قدر دور قدر يعني أبسط ما نقول دور قدر في السماع اليوم بذلك وتغيير حياة مستماعاتنا بأكمله وتأثير ذلك فيما بعد بمعنى أن الدعاء المسلمين محاربتهم للإرهاب الإسلامي لم ترى شعوب العالم مصداقية له حتى الآن شخصيا أشعر بأن ماكرون كان يطلق تحذير ضمني ويطلق رسالة تتحمل في جوهرات تهديد غير مؤلن للجميع بأن عدم حل أزمة الإسلام معناه أن وجود المسلمين في فرنسا لن يعود مقبولا وأظن بصراحة أن هذا هو برسالة سيحدث مستقبلا في جميعها أوروبا وأنا شخصيا لا أتوقع وجود أي فرصة لبقاء المسلمين أو أي مظاهر إسلامية في أوروبا بعد عشر أو عشرين سنة لا يعني أنه سيختفون لكن أعني بأن المظاهر الإسلامية والمسلمين لن يعود الدين بالنسبة لهم مظهر أساسي من مظاهر وجودهم في أوروبا ربما حتى الجوامع تغلق المساجد لكن كل إنسان يتحول لها مسألة شخصية أشبه بالممنوعات الأفكار تنتقل تما تنتقل الفيروسات وكلنا شهدنا ما لا فعله فيروس كورونا بنا أقصد أعني أن الأفكار هي تنتقل مع انتقال أصحابها الشخص المصاب بفيروس كورونا هنا سينتقل إلى منطقة أخرى في لحظة من اللحظات وينشر هذا الفيروس لا أقول أنه الإسلام أو الدين هو أشبه الفيروس لكن أقول هي العملية متشابه الميكانزم متشابه أن هناك مسلمين في أوروبا هؤلاء يستمدون من أهلهم ومن معارفهم وانتقالتهم الخاصة مبادئ وأعراف إسلامية يريدون تطبيقها في تلك المنطقة هذا سيؤدي إلى تأثير على عموم القوانين والثقاليد وتدخل في صلب بجتمعاتهم فبالتالي من حقه أن يقول لك هذا شيء موجود أنا من حقه تحدث عنه عن هذا الجيراني أو سكان المنطقة الثانية أو شخص يعمل معي بالتأكيد قدما يتحول مسألة التناقل الدين أو الفكرة محددة تبدأ تأثير عليها من حقك ما سأتحدث التمام الحقيقي يعني أنت تفرض عليها أفكارك فكيف ممكن أن أقول لك لا أنا لم أتحدث عن أفكارك لأنه أنت في داري أنت تجلس في داري وتمارس أفكارك هذه على حسابي هذا يجب أن تتوافق مع قوانيني وأعراف الخاصة وإلا أنت ما سأتحدث عن أفكارك هل تمارس عملية فتوحات إسلامية بحق مرة أخرى اللي لاحظت الحوار السيد أو كلامه أنه هو أغلق أبواب الدين بدلها من أن يفتحها فكلنا الآن نعاني من شدة التحريم هذه هي رسالة أياد جمال الدين المزيد من الممنوعات والمحرمات بعد كل إخفاقاتنا كمسلمين لا نريد أن نسمح لأحد بالحوار معنا بل أن نعتبر أنفسنا أبناء حضارة شرقية مغلقة حضارة فات عليها قطار منذ قروم وأصبحت عانسا شمطاء يعاني من نزواتها وتوراة غضبها الجميع فياتنا فهل نحن بحاجة للفقه جديد للتحليل أم للتحريم يعني بعد كل هذه الاختناقات في حياتنا والمحرمات التي نواجهها في أينما اتجهنا يأتي سيد أياد جمال الدين باعتباره معاصر ويحمل ذهنية علمانية نقدر نقوله منفتحة يأتي ليقف الأبواب الدين من جديد ما ذا فعلنا إذن؟ ثم الفقر الرابع أقول ماذا قدم لنا السيد من حلول أو حتى مقاربات لحل الأزمة كنا نعرف أن هناك نحو 50 مليون مسلم وأي إنسان يشعر بالمسؤولية عليه أن يفكر بأن الدعوة للتصادم مع الغرب لن تصب في صالحنا أبدا ليس بحق هؤلاء 50 مليون فقط بل لأن هؤلاء 50 مليون مرتبطين بجذورهم في أوطانهم ويبعث لهم الأموال وهناك فرص كبيرة وتعاون وعمل وشركات يعني هذا كل ما يتجي بالبال أنه أنه لسنا بحاجة للتصادم مع الآخرين ثم السيد قدمه لنا البرنامج كمفكر إسلامي وهنا يجب أن نسأل بماذا فكرنا السيد هذه المعضلة الكبيرة كيف يعالجها لنا فنحن لم نرى منه ردا عقلانيا إنما ردا عاطفيا وكنت انتظر لو يسمح النفس السيد بأن يفكر قليلا ويتأمل بعقلانيا إلا وجد أن ماكرون هو أهوى على المسلمين من غيره هناك ضباع حوله هناك معارضة قوية جدا كانت تحلم بحصول على مقعد واحد الآن أتى 20% من مقعد المجالس النوار وليست في فرنسا فقط إنما في ألمانيا في هولندا في بريطانيا هؤلاء جميعا الناس مستاعر لابد أن نفطن على هذه الحقيقة أنا أقول أنه سيد فاجئني أنه فعل بالضبط ما يفعله المتطرفون بتجيش المسلمين وتحفيزهم لتنفيذ حفلات جديدة لقطع الرؤوس بدلا من أن يبحث عن حل الأزمة وهو أيضا لم يعترف لهم كل البلاوة بوجود أزمة أصلا يعني بعد ذلك يقول يعني حتى حجة أنه أنه يقول ما فعله ماكرون يحرض المتطرفين بالعكس أنت كلامك كسيد مفكر هو اللي يحفز المتطرفين أكثر لأنك وقفت في صف خامسة راح تناول مسألة المغالطات والإدعاة اللي أطلقها السيد يقول السيد بنى الأنبياء جاءوا لبناء الإنسان وليس لبناء الدول وأسأله متى بنى الأنبياء الإنسان أنهم لم يعرفوا أصلا شيئا اسمه إنسان صحيح الكلمة موجودة لكن لم تكن تعني إنسان بمعنى المفهوم المعاصر لأن لهم وليس الأنبياء فقط لهم ولا مستماعاتهم كان برادهم الفكري أو النموذج القالب الفكري ما كان موجود هذا فكرة الإنسان وحق الإنسان شيء جديد جدا أنبياء ظهروا لتأسيس أديان وابتكار حقيدة تحكم باسمها الدول أديان شمولة التوحيدية حديدا المفارقة هو أن السيد يناقض قوله في نهاية الحرقة ويقول أن لا وجود لحقوق الإنسان في جميع الجامعة وأنه مفهوم جديد كله في البداية يقول شيء أن الأنبياء جاءوا لبناء الإنسان بعد ذلك يتحدث لنا عن حقوق الإنسان شيء مغالطات هناك مغالطة أخرى أيضا قال أن ماكرون يريد تسويق العلمانية لنا بشكم النبي والسبزاز المسلمين وهذه مغالطة أخرى واضحة الكل يعرف أن ماكرون لم يطالب بشكم النبي فلماذا هذه المبالغة؟ هذا هو التحريض أكثر تحريض الناس على قضاء الرؤوس أيضا ثم ماذا نجني على أي حق؟ الكل على حق ولا يجوز شخص رسول أو لا يسبب على حق ماذا سنجني من هذا التجيش المجاني؟ هذا المعرف لن نجني سوى المزيد من التوتر والسبزاز المتبادل والذي يؤدي بالنتيجة إلى مزيد من التخلف أمام دول تواصل التقدم نحن نحن نفسنا بنفس القدر من المستوى العمراني والعلمي والتقني مستخلفون عنهم بجميع المجالات بماذا سننابزهم أو نحاربهم؟ الآن أرى القسم الثاني من حديثي هو يتعلق بالاسنتاجات السنتاج أول أقول أن السيد يعاني يبدو من أزمة العمامة كما يظهر بأن الأمامة تبقى عمامة ولن تفهم العلمانية مطلقا وأنا أرى السيد فضح نفسه بنفسه فما عاد ممكن القول مثلا بأنه مفكر مفكر في ماذا؟ ما هي نظريته المعرفية أو المفاهيمه الجديدة؟ أنا الذي أعرفه أو المعروف أن العلمانية في جوهرها هو رفع هالة القداسة عن العالم بأشيائه وأفكاره أي معنى آخر رفع الأمامة السحرية عن رأس البشرية التي يرتديها السيد والتي يرفض سماحته رفعها والاحتفاظ بها أنا أقول أن العلمانية هي التي تعتبر إنسان ومقياس لكل شيء كما قال المغفور له بروتوغراس الصفستاء اليوناني القديم فإذا كان السيد يرفض نقد الأفكار والإسلام والدين وهذه كلها حفلة أفكار فكيف لنا أن نتحدث فيما بيننا ككائلات مشاريع على الأقل؟ الله نفسه فكرة فماذا تحصد لو منعت الحديث عن كل هذه الأفكار؟ أنا أرى لن تحصد سواء مجتمع فاشل يعيش أفراده فيما يشبه المتحف الحي الذي لا علاقة له لا يحاضر على مستقبل ويوصح مثلا تجريم التعرر بالنقد أو حتى السخرية من الأفكار فماذا ستتبقى بالعلمانية؟ نتحول إلى مجتمعات الطغيانية يحكمها طغاك وحكام جائرين ممنوع الكلام، ممنوع الحديث، ممنوع النقد وحيرجعنا كما كنا ما سونا شيء أين علمانيتك وأين أفكارك والمفكر المعاصر والذي يبهرنا كان بأفكار الغريبة العجيبة باختصار فضيلة العلمانية انصحت كلمة الفضيلة أنها نزعت السحر عن العالم رفعت هالة القداس عن العالم جعلتنا نرى العالم بدون نظارات سحرية بدون أساطير، نرى العالم كما هو ونرى أنفسنا بالتالي هذه فضيلة العلمانية هي اللي جعلتنا نبتكر ونرى وننحلل ونستقل الأمور ونصحح الأخطاء هذه هي العلمانية لم تتعد هناك تابوات مقدسة ولا مسحورة بطلة سحر الماضي وهلاوس أصحاب المجانين الملاعين ما قاد بحاجة نحن نستعادتها نحن بحاجة النخلاص نؤثرها كلية وبشجاعة عزل السيد للإسلام الهدف منه جعلة ملكية خاصة ولا يحق لأحد المرور في أجواءها كما تمر الطائرات هذا طبعا يتطابق تماما مع فكرة الفقهاء قديما وحديثا بأن الإسلام دين خاص مجموعة بالمؤمنين فقط وأن علمه داخل في قلوب العلماء من هؤلاء المؤمنين وهذا هو بالضبط ما فعله الخميني والبغدادي والوهابي الذي يهاجمهم السيد لنا نهار يعني هو احتوى الدين وامتلكه بالوحدة ويرفض الآخر يتناقشه إياه فماذا فعله بماذا يفرق عن هؤلاء المهم تناقلات سيد كثيرة منها أن مطالبته التعاون مع الإسلام بقدسية ومن قبل أهله فقط هو بالضبط ما رفضه لا هكذا حين قال أن الإسلام ليس علما وأن الدين لا يحتاج علوما أنه هو إيمان القلبي هنا هو ماذا يفعل هو يصدر حكم الفقهيا بعدم الفصل بين الفكرة وصاحبها هذه هي الشخصة والتعميم أو المماهات بين الشيء والفكرة الذي تطرقت له في البداية الفقرة أخرى أقول يعني أنا أتسأل سيد رفع العمام ماذا يبقى منه هل يبقى مثلا مشروع الفكري مؤلفاته التي تنطق عنه يعني أنا شوف لن يبقى منه أي شيء أنا أرى أنه إياج جمالي دين مع تزازي مجرد ظاهرة مصرية لا أكثر حتى هو ليس بالقرضاوي قرضاوي أو أرغون أو الخميني هؤلاء لا يتغيرون حتى لو تغيرت ملابسهم حتى لو ارتدوا ملابس يابانية معروفين قرضاهم معروف منجزة البحثي منجزة الإسلامي الديني اللاهوتي أرغون معروف منجزة التنويري الخميني أيضا معروف منجزة هذولا ما باقي لكن ما الذي يبقى من السيد إياج جمال الدين تغريدات على تويتر أو لقاءات على الفضائيات تاسعا أنا أقول الظاهرة البصرية هي تروق لبرامج تيك توك هذه البرامج والأشياء التي يسطح العالم ولا تريد تغييرها أصلا إنما استثمارها وفقر وهذا طبعا بمناسبة لا يتحقق إلا بتلعيب هذا العالم أي أننا لا نعيش في العالم كما هو هكذا نجد جميع متورطي في مسألة سواء كانوا متدينين أو علمانيين الكل يعيش على سطح الأحداث ويقضون معظم وقتنا بمهاجمة الآخرين وهذا قال كذا والهدف استثمار الأقوال وليس الأفعال عاشرا ما جدوا هذا اللقاء أصلا الجواب بصراحة لا شئ تقديم مجرد تقديم أفكار الرائجة لكن بشكل جديد ووجوه جديد فلم يستطع الضيف ولا المحاور تقديم مقاربة جديدة للأزمة وأغلب اللقاء تحول إلى استعرار معلومات تشبه أفكار والتقاطات لامعة هنا وهناك الجديد بصراحة الممتاز هو قول السيد أنه لا وجود علوم الدين وأنها ظهرت لحاجة الدولة والإمبراطورية وأنها كانت تنفع في تثبيت أوتاد هذه الديمقراطية وتشكيل هوية المسلم ولكنها في سيئاتها أنه هذا قتلت الإيمان ومع هذا هي فكرة مطروحة بالمناسبة ليست الجديدة لكن غير مطروحة بكثرة والمشكلة هو أنه السيد نفسه لم يتشربها يتشربها الداخلة تطبح جزء من فكرة بشكل جيد لأنه ما زال يستخدم مفردات تبتكرها فقهاء الصلاطين مثل دين أمة إسلام أصول حديث أركان هذه كلها مصطلحات فقهاء كيف ينكرها هي هاي نتاج العلوم الشرعية وقلوم الفقه بشكل عام الفقرة ما قبل أخير أعتقد أن السيد ينطوي على قدرات ممتازة قدرات معرفية ممتازة وعلى التحليل والاستنباط والتفكيك وجمع الأفكار وتخدمها بشكل جديد لكن المشكلة أنه ما يستثمر بطريقة جيدة فهو يعني ما أعرف شونه بي يعني كسل يعني ما معقول أنه مجرد تغريدات تصريحات هنا وهناك ومجرد ملء فراغ مواقع متعطشة طبع على الإثارة وتصليح الواقع كما قلت أخيرا أقول وهذا قول مهم جدا لابد أن أشير إليه ربما يقول لماذا تدافع عن ماكرون أقول له ماكرون لا يحتاجني في أدافع عنه أنا أتحدث عن أزمة في علاقتنا بالآخر ماكرون كان نموذج جيد لمعرفة هذا الآخر ومحاولة اكتشافه وفهمه والحوار معه القصد ليس ماكرون إنما أخذنا القضية الموضوع جعلنا موضوع لقضية كبيرة تؤدي إلى ما تحدثنا به الآن لماذا لأننا عاني من مشاكل خطيرة جدا في فهم العالم حولنا ونرفض فهمه هي المشكلة الأكبر نرفض الاقتراب لهذا العالم وفهمه نرفضه من جملة وتفصيله بدون معرفته وحتى قدما يصدر إشاء هذا العالم نقبل من الإطار الخارج فقط الشكلي لا نأخذ المضمون ولا نفهم كيف تم ابتكار هذه الأشياء علينا أن نحلل الخطاب الآخر بموضوع ودون تحسس لأن إحساسا بالإساءة الشخصية هذا عندما يجل الحديث عن المعتقدات هو دليل على أننا نعاني من أزمة هوية مشطرة كلنا ندرك أن المسافة كبيرة بيننا وبين هذا العالم ولأننا نعرف بأنها كبيرة جدا وتزداد ضخامة يوما بعد آخر نشعر بالعجز ونفضل الانغلاق اختيار طريق التحريم لا طريق التحليل طريق الجبن لا طريق الشجاعة وهو طريق بالمناسبة يحصل الدين ومتدين نفسه في عالم ضيق أختم ما أقول لا بد أن ندرك أن كل عالم نضيق اليوم هو عالم هامشي لا شأن له ولا دور وكل من لا شأن له لا حاجة له وكل من لا حاجة له سيكون مصيره حتما الفناء والانقرار ترجمة نانسي قنقر